يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم يوسف القرضاوي كان من هؤلاء الرجال صدق ما عاهد الله عليه فقضى نحبه ثابتا صابرا معطاءا لم يبدل مواقفه أو يغير مبادئه أو يشتري آخرته بدنياه يوسف القرضاوي عالم بأمة شمس من شموس العلم في قرن مضى وكوكب من كواكب العطاء الذي لم يتوقف توقف قلبه عن العمل ولكنه ترك لنا علما ينتفع به لأجيال وأجيال قادمة خسرت الأمة الإسلامية رمزا من رموزها وعلما من أعلامها ومنبرا من منابر نشر الإسلام بمفهومه الوسطي دون تفريط أو تطرف قالها القرضاوي يوم صعد إلى منبر الجامع الأزهر الشريف بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لا عجب أن أخطب من على منبر الأزهر ولكن العجب أن يتم منعي أغلقوا مساجد مصر في وجهي ومنعوني من دخولها ففتح الله لي مساجد العالم أدخل منها حيث شئت اليوم حاولوا منع صلاة الغائب عليه داخل مصر لم ينعه شيخ الأزهر لم يدفن في مسقط رأسه ولم تصلى عليه الجنازة في وطنه ولكن صلى عليه الصغير والكبير صلاة الجنازة في قطر وصلى عليه ملايين البشر صلاة الغائب في كل بقعة كان ليوسف القرضاوي فيها أثر ولو بشطر كلمة نظام مصري مجرم حارب القرضاوي في حياته وبعد مماته فأصبح يوسف القرضاوي حديث العالم بين رثاء ودعاء وثناء على مسيرة الرجل العطرة فسلام على يوسف القرضاوي حتى نلقاه